مع التطور السريع اللي بنعيشه حالياً في وسائل المواصلات ومع انتشار الدرونز والطائرات العمودية كان لابد من تطوير البنية التحتية في المدن عشان تواكب التطور ده عشان كده اعتمر الدبي مؤخراً تصميم أول محطة للتاكس الجوي هتكون الأولى من نوعها في العالم المحطة بتتكون من مبنى بتصميم معاصر بيتماشى مع الطابع العام لمدينة الدبي هيضم طابقين مواقف للسيرات والسطح العلوي هيكون مخصص لإقلاع وهبوط الطائرات العمودية بالإضافة لأماكن شحن الطائرات اللي هتصل سرعتها لـ 300 كم في الساعة وهتتسع لأربع أشخاص التاكس الجوي هيوفر خدمة تنقل جديدة ومبتكرة هتسهل انتقال الأفراد بسرعة وأمان مع إمكانية الإقلاع والهبوط العمودي وكمان هيكون مستدام وصديق للبيئة لأنه هيعمل بالطاقة الكهربية النظيفة بدون أي انبعاثات المحطة هيتم افتتاحها في عام 2026 والسطح العلوي